السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحييكم وأرحب بكم في الجزء الثاني من الرد على شبهة المرأة الكلب والحمار في الجزء الأول بينا أن الإسلام حسم منزلة المرأة منذ أكثر من 1400 سنة فهي مكرمة كما أن الرجل مكرم وبينا أن السياق الواحد في الجملة لا يعني أن من فيه متماثلين واليوم سنتحدث عن أهم نقطة في هذا الموضوع المهم لنبدأ موضوعنا بهذا السؤال لماذا تم وضع المرأة والحمار والكلب تحت حكم فقه واحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل في هذا الحديث أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين لما يحفظ لهم خشوعهم وتركيزهم أثناء الصلاة لذلك أمر المصلي بوبع شيء بين وبين القبلة مثل مؤخرة الرحل وهي الخشب التي يستند إليها راكب الرحل أي الجمل أو وضع أي شيء بين وبين القبلة أي نهاية موضع سجوده تبعد عنه متر وربع تقريبا كان يضع كرسي أو حجرا أو أي شيء سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى سترة وفائدة السترة أولا أنها تقطع نظر المصلي عما أمامه وتجعله محصورا في موضع سجوده كما أن من فائدتها أنها تنبه الناس لكي لا يمر على موضع سجوده وبهذا يكون موضع سجوده منطقة محرمة لا يجوز المرور منها سوى كان حيوانا أو امرأة أو حتى رجلا حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وحذر عن المرور بين يدي المصلي أي في موضع سجوده فقال صلى الله عليه وسلم لو يعلم المر بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقت أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه قال أبو النظر لا أدري قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة يقصد لو يعلم المر بين يدي المصلي ماذا عليه من الإتم كما أنه صلى الله عليه وسلم أمر من كان يصلي إلى شيء يستره من الناس ألا يدعى أحدا يمر بين يديه أي موضع سجوده بل يمنعه أي يدفعه بيده فقال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان أي فعله فعل الشيطان إذن لا يجوز المرور بين يدي المصلي حتى لو لم تكن امرأة أو حمار أو كلم عليكم أن تعلموا أن من أركان الصلاة الطمأنينة والخشوع فأي أمر قد يشوش على المصلي ويقطع عليه طمأنينته وخشوعه فهو يقطع الصلاة وقد حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاثة المرأة والحمار والكل ليس للنفور من كيان المرأة أو الحمار أو الكلب إنما لقوة تأثيرهم على المصلي فينشغل عن صلاته كيف ذلك؟ مثلا الحمار فهذا الحيوان لديه صوت بشع قد ينهق فجأة عند مروره فيفزع المصلي أو يسبب للمصلي توترا يشغله عن طمأنينته وخشوعه والكلب بالذات الأسود قد يروع المصلي لشراسته ويشغل تفكيره أما المرأة نتفق جميعا أنه توجد حساسية ما بين الرجل والمرأة من ناحية الميل لبعضهما ونجد هذا الميل لدى الرجال أكثر تخيل معي عندما يكون المصلي في حال الطمأنينة وخشوع وإذ بإمرأة تمر من فوق موضع سجوده فإنها بلا شك ستفاجئه فتقطع عليه طمأنينته وخشوعه مثلا قد يفكر المصلي من هي؟ ولما مرت من هنا؟ وغيره من هذه الأفكار على العكس لو مرت على بعد متر ونصف أو مترين عنه فإنها بعيدة عنه فبالتالي لن تؤثر على طمأنينة وخشوعه أعطيكم مثال لتقدروا الموقف لو أن رجلا يجلس في حديقة لا أقول يصلي وإنما جالس ومرت امرأة من مسافة متر ونصف أو مترين فإن الأمر طبيعي لكنه لا بد أن يتفاجأ لو مرت امرأة بجانبه بمسافة أقل من متر فما بالكم لو كان هذا الرجل يصلي يذكر العلامة ابن الملقن رحمه الله قول الشافعي وغيره المرأة تفتن والكلب والحمار لقبح أصواتهما قال عز وجل إن أنكر الأصوات لصوت الحمير وقال تعالى كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهت ولنفور النفس من الكلب لا سيم الأسود وكراهة لونه وخوف عادياته والحمار لحاجته وقلت تآتيه عند دفعه ومخالفته ويؤكد القرطبي رحمه الله على هذا القول بقوله ذلك أن المرأة تفتن والحمار ينهق والكلب يروع فيتشوش المتفكر في ذلك حتى تنقطع عليه الصلاة وتفسد فلما كانت هذه الأمور آلة إلى القطع جعلها قاطعة إذن المشكلة ليست في المرأة كيان ولا في الكلب ولا في الحمار بل في الأثر الذي يتركون على المصلي من تشويش وقطع الطمأنين والخشوع ولو كانت المشكلة في كيان المرأة ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة مضطجعة على السرير بينه وبين القبلة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وسط السرير وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة تكون لي الحاجة فأطره أن أقوم فأستقبله فأنسل إنسلالا وفي حديث آخر قالت رضي الله عنها كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتم ما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح فالغرط في ذلك الزمان كانت صغيرة المساحة وأما قطع الصلاة الوارد في الحديث اختلف العلماء حوله منهم من قال قطع الصلاة بمعنى ابطالها ومنهم من قال بأن معنى قطع الصلاة أي القطع عن الخشوع والذكر وهذا رأي جمهور العلماء أي أكثر علماء الأمة الإسلامية قال أبو الطيب العظيم آبادي وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي رضي الله عنهم وجمهور العلماء من السلف والخلف لا تبطل الصلاة بمرور شيء من هؤلاء ولا من غيرهم وتأول هؤلاء للحديث يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب على أن المراد بالقطع نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياء وليس المراد ابطالها ومما يثبت أن سبب قطع المرأة لصلاة الرجل وانشغاله بها هو أن الحديث قيد بالمرأة البالغة وليست الفتاة الصغيرة فالفتاة الصغيرة لا تقطع صلاة الرجل وكذلك المرأة لا تقطع صلاة المرأة لأن المرأة لا تنشغل بالمرأة وهو صريح في حديث أبي ذر الغفار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل المسلم إذ لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود قال الرجل المسلم وبهذا يثبت أن المرأة لا تقطع إلا صلاة الرجل أن صلاة المرأة فلا تقطعها بعكس لو قال تقطع صلاة المؤمن لأن المؤمن قد يكون رجل وقد تكون امرأة لكن طالما أنه حدد بدقة جنس المصلي وقال الرجل فهنا يثبت أن المعنى هو أنها تقطع صلاة الرجل وليس المرأة إذن المرأة لا تقطع صلاة المرأة لعدم الإنشغال بها وقال مصطفى ابن العدوي في هذا الشأن لم أقف على أحد من أهل العلم نص على أن المرأة تقطع صلاة المرأة وقد ذهب ابن حزم رحمه الله إلى أنها لا تقطع صلاتها وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال لا تقطع المرأة صلاة المرأة قال وسئل قتادة هل تقطع الصلاة الجارية التي لم تحب؟ قال لا إن مرور المرأة يقطع صلاة الرجل بمعنى قطع الخشوع والذكر فهذا ينقص أجر المصلي والمفاجأة أن مرور الرجل بين يدي المصلي ينقص أجره بل يأثم المصلي إذ لم يرد المار بين يديه قال أبو عمر بن عبد البر الإثم على المار بين يدي المصلي فوق الإثم على الذي يدعه يمر بين يديه وكلاهما عاص إذا كان بالنهي عالما والمار أشد إثما إذا تعمد ذلك وهذا مما لا أعلم فيه خلافا وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال إن استطاع أحدكم أن لا يمر بين يديه أحد فليفعل فإن المار على المصلي أنقص أجرا من الممر عليه وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس قال الحافظ ابن حجر فهدان الأثران يعني أثر ابن مسعود وعمر مقتضاهما أن الدفع لخلل يتعلق بصلاة المصلي ولا يختص بالمار وهما إن كانا موقوفين فحكمهما حكم الرفع لأن مثلهما لا يقال بالرأي ونقل عن بعض أهل العلم أنه رجح أن المقاتلة لخلل يقع في صلاة المصلي من المرور لأن إقبال المصلي على صلاته أولى له من الاشتغال بدفع الإثم عن غيره وقوله صلى الله عليه وسلم مثل مؤخرة الرحل يكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه وقال الشوكان معلقا على هذا الحديد لا يضره الضرر الراجح إلى نقصان صلاة المصلي وفيه إشعار بأنه لا ينقص من صلاة من اتخذ سترة لمرور من مر بين يديه شيء وحصول النقصان إن لم يتخذ ذلك قد يقول قائل إذا كان مرور المرأة بين يديه المصلي يقطع صلاة للإنشغال بها فهل مرور الرجل بين يديه المرأة يقطع صلاة لإنشغالها به نعم ويظهر ذلك من خلال كراهية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما المرور بين أيدي النساء وهم يصلين بغض النظر عن أراء العلماء الأخرى يقول الشيخ عبد الكريم الخضير يقول وحدثني عن مالك أنه بلغوا أن عبد الله بن عمر كان يترى أن يمر بين أيدي النساء وهم يصلين يشرح ويقول إذا كان مرور المرأة بين يديه المصلي من الرجال مبطلا لصلاة وذلك لإنشغال قلبه بها فمرور الرجل بين يديه المرأة وبين أيدي النساء مثله أو قريب منه لإنشغال قلب المرأة بالرجل يعني مرور المرأة بين يدي المرأة والرجل بين يدي الرجل أسهل من مرور المرأة بين يدي الرجل والعكس لتعلق قلب أحد الطرفين بالآخر لا شك أن تعلق قلب الرجل بالمرأة أشد من تعلق قلبها بالرجل لأن مرور الرجل مجرد إنشغال يعرض ويزول لكن قد يترتب على مرور المرأة بين يديه أمر عظيم يقر في قلبه شيء وكذلك الرجل إذا مر بين يدي النساء إذن كما أن المرأة تقطع صلاة الرجل كذلك الرجل يقطع صلاة المرأة وبهذا أعزائي المستمعين قد أنهينا الرد على هذه الشبهة ولنا لقاء مع شبهات أخرى إن شاء الله تعالى أستودعكم الله